وهو تحت قوله تعالى وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا فالله سبحانه جعل هذه الأمة أمةً وَسَطًا قال لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاس وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا فأمة الإسلام أمة وسط بين الأديان من الأديان ما ذكر في القرآن منهم من تطرف ذات اليمين ومنهم من تطرف ذات الشمال فمثلاً اليهود كانت صفتهم أنهم يتعلمون ولا يعملون بالعلم ويحرفون آيات الله قال تعالى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا من الذين هادوا يحرفون الكلمة من بعد ما واضعه وقال تبارك وتعالى وقالت اليهود يد الله مغلولاً غلَّت أيديهم ولُوعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَان يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاء فهم يحرفون الكلم ويتعلمون ولا يعملون بهذا العلم لذلك ربنا سبحانه وتعالى وصف في القرآن ونحن بنقرأ سبعتاشر مرة في اليوم سورة الفاتحة ربنا يقول اهدنا الصراط المستقيم ودي الأمة الوسط اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم وديل الناس الوسط أنعمت عليهم كما قال تعالى في سورة النساء وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنَعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ديل الأمة الوسط قال تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي فإنت كل يوم بتدعو الله سبعتاشر مرة في اليوم اهدنا الصراط المستقيم دا الوسط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ديلة اليهود مغضوب عليهم لأنهم بيعرفوا يتلون الكتابة يعرفونه كما يعرفون أبناءهم يعرفوا بيتعلموا لكن ما بيعملوا بهذا العلم مغضوب عليهم ديلة الي بيجاي ربنا قال ولا الضالين الضالون ديلة النصارى لأن النصارى بيعبدوا الله بالجهل ما بيتعلموا خرافات المحدثات البدع الجهل يعبدوا الله بالجهل شكده ربنا قال ديل ضالين يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل النصارى ضلال واليهود مغضوب عليهم شكده ربنا سبحانه وتعالى علمنا نحن ندعو ونقول اهدنا الصراط المستقيم دا الوسط فإذا أمة محمد عليه الصلاة والسلام وسط بين الأمم وفي أمة النبي صلى الله عليه وسلم داخل هذه الأمة الناس البيسلك هدي الرسول صلى الله عليه وسلم هم وسط بين أهل الضلال طرفين بيجايد دائما الضلال طرفين والحق في النص جاء في تفسير ابن كثير والطبر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم تلى الآية من صورة الأنعام وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرغ بكم عن سبيله ابن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا النبي صلى الله عليه وسلم خطا لاحظ النبي بعلم الأمم كيف وبيشرح كيف يرسم لهم في الوطن خط خط مستقيم أول ما خط الخط قال لهم هذا صراط الله مستقيما هذا الحق في النص واضح قال وخط عن جانبيه باليمين وبالشمال لشان تعرف أنه الضلالة جهتين بهينة وبهينة خط عن جانبيه خطوطا مع وجه شايف الحجم السغيم الحجم ما في ولولوة لذلك قال السلف الحق أبلج دغري والباطل لجلج الباطل في ولولوة لكن لكن زوسي ده الحق كلمة واحدة وعديلة شاكد النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم الخط العديل ده صراط الله الملولة وبجاي ده عن اليمين خطوط مع وجه وعن الشمال خطوط مع وجه قال هذه السبل دي طرق الضلالة هذه السبل وعلى رأس كل سبيل شيطان يعني الطريق ذا اللي عوج ذا رأسه هناك القائد بتاعه شيطان كما قال تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون وقال تعالى في صورة فاثر إنما يدعو حزبه ده الشيطان ليكونوا من أصحاب السعير وكما قال تعالى في صورة النساء ولأضلنهم ده الشيطان قال ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا ده نظام الشيطان والشياطين كما قال تعالى نوعان قال سبحانه شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا شياطين إنس والشياطين بتاعنا الجن كمان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الجانبين الشواطئين طرق معوجة تقود الشياطين شياطين الإنس والجن فأمة الإسلام الأمة الحق على الكتاب والسنة جل في النص وسط بهين ضلالة وبهين ضلالة ناخد نموذج أول من نمازج الضلالة وده كان من أول نمازج الضلال في الأمة النبي عليه الصلاة والسلام يوم من الأيام علي بن أبي طالب رضي الله عنه رسل له ذهب غنائم من اليمن أول ما جاء ذهب عنده قال الحديث في البخاري حديث أبي سعيد قال في أديم مغروض لم تحصل من ترابها ذهب لسه ما نضفه ما الدخام فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بين أربع نفر فقام رجل أسنع من النبي صلى الله عليه وسلم قسم فقام رجل غير العينين أنتبه إلى الأوصاف دي لأنها أوصاف خير لكنه رجل شر قال غير العينين غير العين الغائرة زي ما يقول لك البير تغورت يعني ما يتنزلت غير العينين يعني عينه داخل الأجوة من شنو؟ من كترة السهر في تلاوة القرآن والعبادة انتبه معي دو صفات خير قال ناتئ الجبين ناتئ الجبين الناتي يعني الجبين البارز لبره جبهة مورمة الجبهة دي مورمة من كثرة السجود صلى شوف ده جراد غرآن وسهر بالليل كما قال ابن عباس رضي الله عنه عن هؤلاء قال مسهمة وجوههم الوجه المسهم يعني الوجه الذي أتعبه السهر بالليل من العبادة طيب قال مشمر الإزار ودي صفات خير برضو سنة رافع إزار وفوق ده من السنة أها قال فقال يا محمد شوف مع صفات الخير الفيودي شوف جلة الأدب بتاعته قال يا محمد لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم قال له اعدل فإن ذا كلمت اعدل أستاذ الزور فيه خير زول يقول النبي اعدل انت ما عدلت بتاني راجي منه حاجة انت فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب قال ومن اعدل ومن يعدل ان لم اعدل انا ومن يتغي الله ان لم اتغي الله انا لكن يخوان انتبهوا دائما لما يظهر المال يظهر المنافقون لاحظ الزور كان قاعد قاعد مع الصحابة اول ما ظهر المال ظهر النفاق طوال اول ما شاف القروش قال له اعدل يا محمد وطيب انت من زمان قاعد قاعد بسوف اشنو دائما اصحاب الفتن بيظهروا مع الدنيا فخالد بن يقال محمد يقتل اصحابه لانه دا في شكله بيشبه شنو ايش بقى الصحابة يا اخوانا في شكله ايش بقى الصحابة لكن هل دوه زي الصحابة لا شكرا قال له حتى لا يقال محمد يقتل اصحابه خليوا لكن ادى الصحابة معلومة مهمة قال يخرج من ضئضي هذا يعني من شكله زي كده اقوام تحقرون صلاتكم مع صلاتهم الواحد في الوقت تصلي اتلم ان تقول نحن الصلاة ذات شفنا وين مع ديل صلامة جاية وقراءتهم مع قراءتكم يقل القرآن قراءة تمام النبي صلى الله عليه وسلم قال لكن يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية مرقوا من الدين لماذا يا اخوانا لانهم غلوا وتجاوزوا الحد لدرجة انهم كفروا المسلمين وده الفكر البيسمى في الامة بفكر الخوارج فكر الخوارج وفكر الخوارج موجود الى يومنا هذا وانا بعدين بديت معلومات تفصيلية لكن خليني من الاول ارتب لك الكلام ده فكر الخوارج بعد داك تطور هذا الفكر الى ان جاء في زمن علي بن ابي طالب وكفروا علي رضي الله عنه كفروا قالوا حكمت الرجال في دين الله عشان تعرفوا الشغلة بتعطيش وعدم فهم وقالوا له كيف تحكم الرجال في الدين وقالوا له قاتلت ولم تسبي ولم تغنم انت بتقاتل ليه ما بتسبي شي لالسبايا شي لالغنائم وقالوا له ان الحكم الا لله علمنا ابي طالب قالوا له كلمة حق اريد بها باطل بعد ذاك طلعوا السيوف قاتلوا علمنا ابي طالب قاتلوا وقتلوا في النهروان ما بقي منهم الا كله ماتوا زمن الحجاج ابن يوسف كويس دين الخوارج الخوارج فارقوا الحج وفارقوا الصواب لانهم تجاوزوا الحج في باب التكفير والحكم على الامة كفروا الامة الاسلامية زي اصى عندك خلايا كثيرة جدا خلية داعش وخلايا بتاعت تنظيم القاعدة وجبهة النصرة ومجموعات اسامة بن لادن ومجموعات مين هذه المجموعات هي امتداد للفكرة الخارج فكرة الخوارج اللوائل دينك ودي مجموعات شر النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في سنر ابن ماجة بسنة صحة والألباني قال الخوارج كلاب النار سيعملوا لك فيها انه هم المجاهدين قولك راية الجهاد ونرفع راية الجهاد ايوة الجهاد مطلوب والجهاد ماضي في هذه الامة الى قيام الساعة دي معلومة ما في شك لكن هل الجهاد بهذه الفوضى هل الجهاد بتقتيل المسلمين هل الجهاد بصفك الدماء البرية هل الجهاد بتفجير المباني الاسلامية وتفجير المساجد وقتل العزل بل العلماء قالوا كما صح الحديث انه حتى الكافر ما كل كافر بيقتل يا اخوان لو كافر معلق صليب كويس او كافر يهودي نصراني غيره ما كل كافر بيقتل النبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل ذميا او معاهدا ده كافر قال لم يرح رائحة الجنة ما بيشمشنوا ريحة الجنة قتل كافر لكن ما كل كافر بيقتلوا يقتل الكافر المحارب يقتل لما نكون في حرب تحت راية الاسلام ها تحت راية الحاكم معلش تقتل الكافر لكن ما ممكن تجيلك واحد ده جاي جاي مستأمن المستأمن ده شنو خش بتأشيرة تأشيرة امان في البلد دي كويس تأشيرة الامان دي يا اخوانا ما بيجوز ليزول تاني ادعى الرضيك ديزيلي جاعة ابن ابي هبير ده رجل النبي صلى الله عليه وسلم هدر دمه قال اقتلوه فدخل ابن ابي هبير فالتجأ واحتمى بامي هاني ام المؤمنين كويس او هي ابن تعم النبي صلى الله عليه وسلم امي هاني بنت ابي طالب فاول ما استجار بها اجارته في بيتها الاجارة بتعرفوه يعني زيزول يخشي لك البيت وقول لك يا زول حميني بس تقول لانا اجرتك تكلم الناس هو يا ناس الزول لانا حميته وافز لحبشه فجعل ابن ابي طالب قال بيقتله كويس ذهبت ام هاني للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله زعم ابن امي اخوة علي بن ابي طالب أنه قاتل رجلا قد اجرته انا اجرت ازول واخوي قال بيقتله فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا قد اجرنا من اجرت يا ام هاني قال لا اجرنا من اجرتي. شف بالله كلام النبي صلى الله عليه وسلم كيف? ده كافر. بل النبي صلى الله عليه وسلم اهدر دمه. لكن نعرف اخوانا ليس من الجهاد. اعرف المعلومة دي شباب وخاصة اولادنا الصغار. ليس من الجهاد ان تقتل كل كافر. ده ما من الجهاد. بل وليس كل كافر حلال الدم. ما كله كافر حلال. المستأمن. المعاهد. البين بين المسلمين معاهدة. موقع عليها. والمستأمن. اتدخل بامان. واهل الزمه. دين الكفار الساكنين بين المسلمين. من اليهود او النصارى اهل الزمه. ما بيكتلهم دين. السيطة بعد شوية تكتب لك الجرائد. يقول لك مقتل سفير. ومقتل ما تعرف اه رجال من من كذا. ده كله يا اخوانا. ما عنده اي علاقة مع الجهاد. عشان تعرف الحقيقة. ما يقول شوك ساي. يحمس الشباب بمقاطع. مقاطع يقول له انظر اخوات المسلمين وبنات المسلمين يقتلوا. وانظر ماذا فعل الكفار. وانظر ماذا فعلوا. وتقعد تبكي. بعد شوية تمشي شل لك حزام ناسف تلقى لك كفار قاعدين بجأت تمشي تكتلهم. وتجي عام الفام وياهد. وهذا جهاد. ده ما جهاد يا فوضى. ضياع. الان اكتنوا لهم اثنين ولا ثلاثة كفار يجب عداك الامم الكافرة تنسف دول دول كاملة تنسفها. بسبب تفجير مبنى في امريكا. يقول لك مبنى التجارة. ما شو ناس فجروا. اها خلاس كده نصرت الاسلام. رجعوا الكفار فنسفوا دولا مسلمة. دول نسفوا. نسفوا افغانستان. العراق. انتهت الان العراق عبارة عن بؤرة بتاع الشيعة. بس. ده كل بسبب التصرفات الهوجاء والفوضى اللي يجي يسموه عليك ها الجهاد في سبيل الله. ويقول لك كتائب الجهاد. كتائب داعش. كتائب غيره من الفئات اللي نبعت من جماعة الاخوان وكل عبارة عن فئات شر. وضرع الامة الاسلامية. على اي حال? دين من الجانب بيجاي. المقابل للخوارج. العلم قالوا طائفة المرجعة. كويس? دين لك يقول لك اه? اي زول قال لا اله الا الله. ما يضر اي زنب تاني. تقول لا الى الله. تمشي تسرق وتزني. اه? وتشرب الخمرة وتفسق بالنساء وتعمل ايش. دين المرجعة. فاهل السنة يا اخواننا. وسط بين الطرفين الاتنين دين. كذلك اهل السنة واهل الاسلام الحج. وسط بين الشيعة وبين النواصل. طيب النواصل ده شنو? والشيعة شنو? الشيعة اصلا اسمنا الرافضة. ده الاسم الحقيقي. الرافضة. والرافضة دين مضني على سب الصحابة واعتغاد تحريف القرآن. وعلى تكفير الصحابة. يطلع الامام منه والمنبر اتخيل معاي. تزي ما عندك هنا الجمعة. ها? الامام يطلع الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وكده استفتح الخطبة بتاعته. ذلك يستفتحوها بتكفير ابي بكر وعمر. يقول لك لعنى الله صانوي قريش. صنم? او بكر صنم? يا اخي رجل تنزل فيه ايات في القرآن ثانية اثنين. اذ هما في الغار. اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. ثانية اثنين. وبكر الصديق رضي الله عنه. ها? والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون. قيلة نزلت فاوبكر الصديق. ابقى كافر? وعمر ابن الخطاب ابقى كافر? يقول عمر رضي الله عنه وافقت ربي في ثلاث وفي رواية اربع. سبحان الله. وده ادب منه في العبارة. قال وافقت ربي. ما قال وافغني ربي. لانه كلام عمر كان اول. يقول للنبي عليه الصلاة والسلام في اسارة بدر ارى انه تقتلهم قال له. تمكن اي واحد مننا من قريبه قال له. انا تمكنني من خاليه. وعلي ابن ابي طالب تمكنوا ممن؟ تمكنوا من الكفار دين ليقتلوهم. النبي صلى عليه وسلم اخذ ذرايا بكر الصديق الفدية. ادفعوا يفديهم. يفكهم. نزل القرآن ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يذخن في الارض. تريدون عرض الحياة عرض الدنيا. والله يريد الاخرة والله عزيز حكيم. نزل بموافقة عمر رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لو امرت امهات المؤمنين بالحجاب. فنزلت الآية واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم اطهروا لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا. ان ذلكم كان عند الله عظيما. ها? نزل القرآن بموافقة قول عمر رضي الله عنه. يجي يقول الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكروا اولو الالباب. قيلة نزلت في عثمان رضي الله عنه. دخل الكعبة جوه ختم القرآن كله في ركعة واحدة. وين? والنيراج في الامة دي بيعمل كده. قرآن كامل في ركعة واحدة. بس زول وقف كده ده. من البغرة للناس كله. ها? كما قال الشاعر المالك القحطاني. قال من كان يسهر ليله في ركعة وطرا في يكمل ختمة القرآن. قالوا كافر. او بكر كافر? ها? عمر كافر? واسمان كافر. جال الشيعة. شان كده هم قوم سوء. ابن تيمية قال رحمه الله وتعالى. والشيعة. قال ليس لهم عقل صحيح. ولا نقل. يعني ما بعرف المنقول. ولا بعرف المعقول. قال ولهم نصيب من قوله تعالى لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. كويس. دي الناس شريخ. المقابل لون طوالب هناك. النواصب. دي لك برضو تلبوا بغادي. كويس? دي قبلوا بغادي. النواصب طعنوا في علي ابن ابي طالب. الشيعة عاملين في ابدافو عن علي ابن ابي طالب. النواصب بطعنوا في علي ابن ابي طالب وآل البيت. وديل يا اخوانا اللي اثنين طوائف ضلال. كويس? شكده على ابن ابي طالب قالوا عنه قال زوج البتولي اخ الرسولي وصهره ليث الحروب منازل الاقراني قال فعليه تصل النار طائفتان احداهما لا ترتضيه خليفة. دي للمارض يعني دي والنواصب. قال وتنصه الاخرى اماما ثاني. والشيعة يروا انه علي ابن ابي طالب هو بعد النبي صلى سلام طوالب. ومنهم واحدين قالوا لا لا. قالوا مفترض يكونه الرسول ذاته. دي لسموهم الشيعة الغرابية. قالوا محمد يشبه علي شبه الغراب بالغراب. عشان كده جبريل لما جاب الرسالة كان دار يديه علي ابن ابي طالب فنقع محمد يشبه والداليوه. شوف بالله الكفر والضلال لكيف. ها? الحمد لله ريحنا منهم في البلد دي. ونشكر لحكامنا. حكام المسلمين في السودان. نشفوا لك الشيعة دي انه شاف تقيل. وانا دي معلومات كتيرة عن الموضوع ده. نجموه نجام تمام. ما بتلقى الان ولا حسينية واحدة شغالة في السودان. ولا واحدة. ولا مركز بتاع شيعة ما بتلقى. وانت كالراجل امشي في وسيلة من وسائل الاعلام واسب الصحابة. ابقى راجل استامشي. الحمد لله. تعرف السلطان ده? ها? ربنا لو وفقوا الى نصرة الحق يفعل ها? في كثير من الناس ما لا يفعله القرآن. في ناس القرآن ما بيعزهم. دي مقولة من سوبة لعثمان رضي الله عنه قال ان الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ده مش معنى ان القرآن ما بينفع. لا. في ناس ما بيؤمنوا بالقرآن. انفع معاهم السلطان. بنشفريكم تمام. فالآن قانون سنة في السودان انو يسيب الصحابة يعاقب. ما بتقدر. شيعي ما يقدر. على اي حال? دي طائفة بينه. ودي طائفة بينه. والاتنين طوايف ضلال. اما اهل الحك في النص. اتردوا على الصحابة جميعا. كلهم. ابن ابي طالب. عثمان. ها? معاوية. عمر بن العاص. ابي هريرة. اتردوا علىهم كلهم. ومن اجمل النمازج. البتمثل عقيدة اهل السنة والجماعة. ما قاله علي رضي الله عنه. شغل عجيب. لكن الناس ما بتقرأ الكلام ده. على ابن ابي طالب بعد ما انتهت معركة الجمل. وكان طلحة في الطرف الاخر. لاحظ. طلحة هو ابو محمد طلحة ابن عبيد الله التيني. كان في الطرف الاخر. كويس? علي ابن ابي طالب جلي قومي. كتل واحد بيسهم. من بعيد. قال الراوي. فوضعه على حجره. نزل علي ابن ابي طالب. ورفع خطاه في حجره. ونفض عنه التراب. وقال يعز علي يا ابا محمد. شمت قلينه الصحابة كان بينات في غل. لا لا لا. ابدا. قال يا عز علي يا ابا محمد. ان اراك مجدلا على الارض وتحت اديم السماء. قال الى الله اشكو عجري وبجري. انا اشكو لالله قال مآسيا واحزاني. دخل علي ولد محمد ابن طلحة. قال له ارجو من الله ان يجعلني واباك ممن قال الله تعالى فيهم. ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سر متقابلين. عقيدة اهل السنة بنترضى عنهم كلهم. كلهم. علي ابن ابي طالب. معاوية. طلحة. الزبير. سعد. سعيد. كلهم. اهل السنة وسط. اه? ما بنقول كلام الشيعة. ولا بنقول كلام النواصب. وكذلك جعلناكم امة وسطا. لتكونوا شهداء على الناس. ويكون الرسول عليكم شهيدا. نحن اليوم. في زماننا هذا بعد ما اخذنا يا اخواننا فكرة عن الاصراع في العهد الاول نجي نشوف الليلة الحاصل عندنا احنا في بلدنا. داخل هذه الامة الناس طوايف. كثيرة جدا. منهم طوايف ظلت في العقيدة. شوف ظلت في العقيدة. ده بوى ظمور كله. ظلت في العقيدة. قال الله تبارك وتعالى. ان الله لا يغفر ان يسرك به. ده الله قال لك ما بغفر. عقيدة. ويغفر ما دون ذلك. دون الشرك ربنا بيغفر لمن يشع. ظل ما اشرك بها الله. لكن وقع في الكذب او الزنا او الخمرة او غير من الظنوب. الله قال لك ممكن اغفره. بس الشرك ما بيغفره. في صورة الزمر قال تعالى ولقد اوحي اليك للنبي صلى عليه وسلم. و الى الذين من قبلك. لان اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعود وكن من الشاكرين. شوف وقعت في الشرك امورك بعضة كلها. الله ما بيغفره. وبعدين ربنا قال ومن يشرك بالله. فقد حرم الله عليه الجنة. الجنة حرام. ها? ومأواه النار. وما للظالمين من انصار. الشرك يا اخواننا بصراحة يومنا ده في الامة قاعد في كتب ومؤلفات. وقاعد في مساجد. يعلم. يعلم للناس في مساجد. كويس? تقرى مؤلفات. كلامنا ده كله خليوا. امشي في مكتبة في في البلد دي. اسم الدارة السودانية للكتب. اكبر مكتب عندنا في السودان. كويس? الطابق الارضي تحد. اسألهم. قل لهم انا داير كتب للتصوف. انت خليك زول منصف. انا بتكلم لك كلام بتاع انصاف. لا جاي انا بزك زول. لا عندي شغلة بزول. دايرك تعرف الحقيقة شو? في البلد دي هنا. الدارة السودانية للكتب. ولا خليها الدارة السودانية بعيدة. امشينا البسطة من دورمان قريبة منك. بس امشي المكتبات في مكتبة يسمى مكتبة جامع العلوم. فاتحة طوالة في جامعة الكبيرة. دعم دورمان. اطلب كتب. مسلا من اكتر الكتب انتشارا في البلد دي كتاب اسمه رياضة الجنة. ونور الدجنة. يا اخوان دا نقد علمي. الزولة الكلام دا ما عاجبوا ما يلومني انا. انا ما كتبت الكتاب دا. ولا عندي معه شغلة. كتبوا سيدوا براو. والان ببيعوا جامعتوا. البيبيع في المكتبة دي ذاته. انت بتلقاه زولة يقول لك انا متصوف. طيب خلاص. اقرأ جوه الكتاب دا. قال ابيات شعر. بس كده انا بقول لك اتا اقول لك الكلام دا حق دين توحيد بداخلنا الجنة والذي شرك بداخل جهنم. قال الا يا رجال الغيبي. في رجال بيسمون رجال الغيب. اولياء يعني. قال انتم حصولنا. اها. اها يا اخوان الكلام دا كيف? انتم حصولنا. اها كانوا حصن بحميك. اه? حصن بحميك. في رجل بحميك? مهما كان. لو بلغ درجة نبي. ما بيقدر يحميك. لانه اشرف الانبياء. اه? واعظم الانبياء. نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ربنا قال عنه في صورة الجن. الصفحة التانية. قال قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا. اها. نسيد الانبياء ذاته. سيد الانبياء. قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا. دا بعد يجي قل لا 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 لا. قال للأولياء انتم حصولنا. قال وما زال مسبولا على الناس ستركموا. اتو ساتريننا. اها? اتو ساتريننا من الشر. والعياذ بالله. ها? قال وما زال مسبولا على الناس ستركموا. اذا شئتم شاء الاله. ها لا في الأول اتو يعني. اتو يا لول يا في الأول. اذا شئتم شاء الاله. وانتم تشاؤون ما قد شاء لله دركم. الكلام دا كيف يا يا اخوانا. دا بيجي. دا توحيد بوضي الجنة. ولا شيرك بوضي جهنم. دا شيرك بوضي جهنم. رأسه عديد. كويس. واصلا لو في زوال زعي من الكلام دا. قل له ما عليش. الكلام دا ما كتبناه نحنا. كتبه الشيخ. اتا كان زالان امسنا الناس اللي ببيعوا في الكتاب دا هناك. قل لهم يا ناس اللي ببيعوا كتاب زي دا ليه. والكلام دا جبتو من وين. لانو لا بيعناه نحنا ولا كتبناه نحنا. كويس. كتاب تاني قاعد. فيم درومان دي. جديد. الكتاب دا الفين وحداشر. شيرك جديد. الفين وحداشر. كويس. اسمه سراج السالكين. قال تأليف والبدر. انا لا نبسه. لانو لاحظ في ناس عنده من صرافية. لما ليسمع كلام دا دا يقول لك يا مولانا. بالله ما تنبز نين الاولياء. يا ناس انا نبسة ذول. انا قلت لك دا كلامه قاله. وكلامه دا والله يناغض الغران عديل ولا في نغاش. يناغض الغران. والسنة. كويس. الصفحة مية واربعتاشر. قال. انه ان لله ثمانية اولية كمل. اربعة باليمن واربعة بالسودان. الاولياء القاطعين تب تمانية قال. بالله شوف الكلام دا كيف. قال اربعة في اليمن. واربعة قاعدين معانا هنا في السودان. قال فكف عن ذكر الذين باليمن. قال في اليمن دا الخلوم. قال اما الذين بالسودان. فمنهم ولن امر واحد. دا كلامه. تعليقان اخليوا. قال الاول هو الشيخ المصوبن. دا بتاع الجزيرة هناك. بتاع اوين? فرز. داني مرة واحد. المصوبن. شوف كرامته شنو? قال وقد جر الشمس مع الملائكة اربعين سنة. ايت الكلام دا بالصدق واسخ? الكتاب دا والله قاعد. الفين وحداشر. جر الشمس قال. يا اسؤال هو قاعد هنا. قاعد في الجزيرة. جر الشمس كيف? قال جر مع الملائكة اربعين سنة. ونحن ذات كونك تقول لين الشمس جرنا الملائكة? دي ذات دائرة دليل. لان ربنا قال والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. اه? قال جرنا. جر معهم. دا داني مرة اتنين. قال احيى الامواد بسره. دا دا بحي الموتة قال. وترجم له وضيف الله في الطبقات. تعت وضيف الله الان بدرسوه. دا احتفلت بيه واحتفت بيه. جامعة الخرطوم. كتاب طبقات وضيف الله. جامعة الخرطوم. وعملت محاضرة او اسبوع كامل. كان في قاعة الشارقة احتفاءا بكتاب طبقات وضيف الله. شوف بالله نحنا بنحتفي بكتاب زي داي اخوانا. اه? نحنا مشكلتنا ما كبيرة? قال ترجم له وضيف الله. حسن واتحسونة قال زوجته طبقت له دجاجة. الدجاجة قال ما عجبته? قال قال للدجاجة قومي قال. الدجاجة قامت فاتت. يا ناس في دجاجة من الصحن بتقوم تاني? قال قامت مشت فاتت. كويس? مشا قدام قال ومنهم الشيخ. ده الاخير. التالي ده كابتذكر منه. نمر اربعة. قال الشيخ احمد الطيب البشير. ده وصل محل عالي اعلى من دل كله. قال ربنا ملك الكون تلاتة وتلاتين سنة ما ضيع منه جنح بعوضة. هرأيك شنو? تلاتة وتلاتين سنة الكون ده ماسكو عنده. يتصرف فيه. ها? نمر اربعة اففركة مش? ايوة. ده ادريس والده الارباب اففركة. ده جدا طبعا. قويس. ده نمر اثلاتة. ذكرني له شيخ محل الدين. ده تلاتة واربعة قال ربنا ملك الكون. يا ناس. يهرس. ده كلام شنو ده? ربنا سبحانه وتعالى يقول الا له الملك. الا له الخلق والعمر. تبارك الله رب العالمين. ها? الملك كله بيد الله سبحانه وتعالى. لكن ده لجي يقسمون. يقول لك يا اخي ده ملك الكون. وده يصرف فيه. وده ما صرف فيه. وده كله يا اخواننا من الضياع في العقيدة. اكلمك النصيحة. ده ضياع في العقيدة. والواجب على اهل العلم. والدعاة. والشباب اللي تثقف وادعلم ان يواعي المجتمع من الضلال ده. والله يا شباب. نحن دي مسؤولية في رقبتنا. نواعي مجتمعنا من الضلال. ده ضلال بعيد. انحراف غريب. تلقى الان ناس مؤمنين بالعقائد دي. والله مؤمنين بها. الكتاب ده ذات السراجة السالكين. قال حق الشيخ. حق المريد. على الشيخ اربعة. وعمل فهد تقول البخاري. قال حق الشيخ. على المريد. او حق المريد. على الشيخ اربعة. قال الاولى. ان يحضره عند الموت. الشيخ بيكون مات زمان. قال التاول ما تجي عند الموت بيجي بيقعد جام راسك. قال فيلقنه الشهادة. ده يا اخوانا بيصدقوا الكلام ده ادتوا. زول مات. بيجي راجعة تاني بلقنك الشهادة. طي. اتنين. قال وعند سؤال الملكين. فيسهل له الجواب. انا دي والله ما لقيت ناسه. يعني بجاوب عنك ولا شنو? بيشففك زي الطلوة المدرسة يقول لك اه شفيت. كانوا داري شففه يعني. قال وعند الصراط فيجوزه الصراط. السراط انتم مش قريبين في القرآن? ها? وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الصراط الشيخ بيكون قاعد بيقطع الصراط. بهناك. قال وعند الميزان. لو انتوزن الاعمال. قال لو نقصلك بيتم ملك الشيخ. ليش بالكلام ده? ودي عقيدة. اتعارف الناس زيل بيعتقدوها. والواحد منهم بيكون جازم. بانه الشيخ ده يوم الغيامة قاعد ما عنده مشكلة اصله. يقول لك شيخنا قاعد. وما عندنا اي مشكلة. يا ناس. يا اخي اليوم دك ربنا سبحانه وتعالى قال يوم ترا كل امة جاثية. جاثية يعني شنو? الناس بارك على الركب. الناس ببركو. النبي صلى الله عليه وسلم قال ودعاء الرسل يوم اذن اللهم سلم سلم. الرسل يقول نفسي نفسي. تلاقي لك رسول الله رسلو رسول. الجنة مضمونة. بالنسبة ليو. يقول نفسي نفسي. اتا راجي الشيخ ها? راجي الشيخ خارجك? يا ناس. الله قال لي يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يوم اذن شانو يغنيه. في الكتاب ده جوا سراج السالكين. قال سأل الشيخ سؤال. قال له كيف يعرف المريد شيخه? هو يعرف دار ما شنه? هو ده سؤال ذاته? قال ليه يعرف شيخه كيف? قال له يا ابنيه دار دار يجاوب. هو السائل ذاته ما فهم حاجة والدار يجاوب ما فهم اكتر منه. وهم. قال له يا ابنيه لكل لكل شيخ من السيوخ يوم القيامة طبل من الطبول. قال وكل مريد يعرف طبل شيخه. عنده النوبات قال يوم الغيامة. دار يدقوا بعدين. ادق دق 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 اسمعها قدام قدام الله يوم القيامة. بل جعلناكم. امة وسطة ده ما نخوش في الوسط. ده تطرف كله. كله تطرف. قال ليه الناس بيفهموا لك من التطرف? قال لي شيئا اللي تكلمنا عنها قبل ديك بس. الزول اللي بكفر الناس. ها? والزول اللي بكتلهم. ده تطرف صح. هاي عرفناه تطرف. لكن ده برضو تطرف. ابن تيمية رحمه الله تعالى. لما شرح حديث ولي يشاد الدينة احد إلا غلبة. ويسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. قال التشدد في الدين. شوف العلماء يفسروا كيف. كلام مميز. التشدد قال ان تنسب الى الاسلام. ما ليس منهم. ده التشدد. لكن يا سهل اللي يجي كده يتعامل اللحية. اللحية دي من السنة. ولك بالله شوف ده مشدد كيف بالله. يا سهل ده ما تشدد. التشدد تضيف للدين ما ليس منهم. كويس? خاصة كان دخلت على بنات عمك. وقلت انا السلام عليكم. زي كده كيف حالكم? طيبين? واعيد مبارك عليكم. يقول لك ده شنو ده ده? ده شنو بتسو فيه ده? انت بجيت مشدد بالله? يا ناس انا ما مشدد. لكن بنات عمي ما بجوزها سافعين فيها دينة. بسلم علينا وطيب وعيد عليه وميش لكن من بعيد. بس سلام عليكم طيبين وكيف حالكم? كده. لكن ما بخش علينا. جوه الوحدة في المدبخ. تنفضي ده من البصل وسلم عليه طبج فيها دينة طبج. يا ناس. ات عارف لو ما عملت كده? المجتمع ده بطلعك مشدد. يقول لك شايف? خلاص ده انتهى. انتهى هم? هم لسه ما بدا ذاتهم. ده ما التشدد? قال التشدد. انت الحاجات ده لو فهمتها? تفهم الشريعة صح. ان تنسب الى الدين. ما ليس منهم. قال له لو مسكت نموذج بسيط. بتلقى الان لو سألت المجتمع قلت لهم من هو الولي الصالح? طوالي بتلقى على واحد لابس جلابية واسخانة. وفيها طمانطاشر لون. كويس? وليه وشهرين ما استحمى. وعنده شعر بهيني. ولا فيه ايب وبيجاي. وشان ابو طويل داق لينه بطنه. كويس? يقول لك شايف ده? ولي صالح يقول لك. ليه? الصلاح في شنو? في الوسخ? الوسخ صلاح يعني? ولا جلابية? المرقعة? لا لا. ده ما صلاح. لانه ده نسبة الى الاسلام. ما ليس منهم. يعني انت شان تبقى زاهد. هل انا شان ابقى عابد لالله? زول عابد. وبخاف الله وزاكر. هل انا بحتاج يلبس جلابية واسخانة? ما بحتاج. وليس من الدين. معلش ممكن اكون انا واسخان لاني شغال. انا جاي من الشغل. انا سايق ليه كارو. انا واسخان ما عبادة. ده شغل كده. بيقتضي ان اكون واسخان. ما في مشكلة. اه? ما في مشكلة. لكن يومك التوسخ. وتقول ده دين الله بالديني فوجر. دي المشكلة هنا. اذا يا اخوانا التشدد البي اخرجك من الوسطية ان تنسب الى الاسلام. ما ليس منهم. يعني انا الليلة اشنبقى زوز زاكر. وعابد لالله. ممكن اكون زوز زريف جدا. ولابس تمام. وطالع الشغل نظيف. كويس? وهيبة. وعطر جميل. وكله. ها? وتركب المواصلات. ولا تركب عربيتك. ما في مشكلة. وتكون زاكر لالله بتسبح. سبحان الله. سبحان الله. ها? الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تقول فيها. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. مالو? هل بحدها يلا يكون وسخان? لا. الوسخ ده. اضفت للدين زيادة. والاضافة للدين دي بتنفر الناس. يعني اثنى لو في خواجه دار يخش الاسلام. جديد. اول ما جاء داخل. نزل من الطيارة طوالي صار كدت. قال لك يا مولانا. قد وريني يا اخي نموزج بتاع ذوه صالح عندكم. انا دار اخش دينكم ده. قلت طوالي تلفت جنبك لقيت لك واحد الجلابية ما رجعة. والشعر لو ستين يوم ما ما غسله. وشايل لي بريق. ولافح له ملفحة فوق الراسه. في امتى? عاي انت فيه كده? قلت له خواجه. ده الطوب عندنا احنا فوق ده. ده نموزج عالي. ده فوق خلاص. درجة الزاهدين. الخواجه بركب الطيارة الجبازات وبفوت. ما بخش. لانه ممكن كنا نموزج الاسلام. يا اخي النبي عليه الصلاة والسلام. كما في حديث جابر. قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه حلة حمراء. قال فصرت انظر الى القمر. والى رسول الله. فاذا هو اجمل من القمر. عليه الصلاة والسلام. الدين ده قال لك وسخ. ها? لا لا. وليس هذا من الدين. جا رجل النبي صلى الله عليه وسلم شافته الواقف برا المسجد. انا ده لك تعرف السنة. وتعرف الوسط ده شنو ذاته. الوسط مسجد الدين ده يا اخي. بس الوسط رسولنا عليه الصلاة والسلام نموزج. ده الوسط. بعد ده بيجاي غلط. بيهين غلط. تمام? كويس? فرجل النبي صلى الله لقاء واقف برا المسجد. في الشمس واقف عديل. قال من هذا? قالوا هذا ابو اسرائيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحابي. طيب. قال وما له. او وما به. ما له يعني واقف في الشمس ليه? قالوا نذر يا رسول الله. النذر بتعرفوه. نذر باربا حاجات. ان لا يستضل. ما يخش الضل. وان لا يجلس. وان لا يتكلم. وان يصوم. اربعة. اه. الاربعة ديل خلي بالك. شان تفهم القاعدة بتاعتنا. انه الوسط ما تضيف على الدين. وليس من الدين الاسلامي ان تعذب نفسك. ما تعذب رقبتك ساي انت. الاربعة ديل منا ان واحدة من الدين. والتلاتة ما من الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له امروه. ان يستضل. نمر واحد ليس من الشريعة انك تجيب في الشمس. اه ده ما دين. كويس? قال له امروه ان يستضل. خش اضل. دي واحدة. اتنين. قال وان يتكلم. ما في حاجة في الدين عبادة يسمى. اه? انك انت تسكت طوال كده. ممكن انت تسكت عن الكلام الغلط. تسكت عن ما لا يعنيك. دي امور تانية. لكن طوالي طوالي. ده ما من الدين. في امتى? ده زي ما جاء قال قال من كرامات جايبا في الجريدة. قال من كرامات رجل في 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 ابعرفه في زريبة قال زريبة 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 المرعي. ده حزب ما انا قالت ان جريدة. قال سبع سنة ما تكلم مع زول. قافل سبع سنة. ولا سبعتاشر. سبعتاشر. صحانة يا عمر. سبعتاشر سنة. ما تكلم مع اي زول. يا زول صامت سبعتاشر سنة. ده معناها لا قال الله اكبر. لا اصلى على النبي. لا امر بمعروف. لا انا عموكر. ها? مص مقفل كده. ده ما من الدين. قال له والتانية يتكلم. والتالتة. ها? قال لهم ويجلس. ما يجيف. ما في حاجة في الدين انا اجيف كده. ده ما من الدين. قال الرابعة. قال وان يتم صومه. لانه صيام من الدين. شكده يا اخوان احنا. الان. عشان نحقق امة وسطا. ببساطة. قدوتنا النبي عليه الصلاة والسلام. بس اي حاجة. انت لقيت الناس بسو فيها تسألهم هو يا ناس. النبي سواه. يقول لك اي والله. وين? رواه البخاري بس خلاص خلاص. رواه مسلم. احمد. ها? الترمزي. ابن ماجة. النبي سواها. ايوة الحمد لله. ده دين. اما غير كده. ات لو قدت. الشدة ما دين انا عاملة سائي. مثلا لقاك ات ماشي في الشمس. ماشي. ما لك يا زول. لو قدت لده دين. انت كده بتلخبط امورك معنا. لكن اقول لك والله دار اتمشى سائي اخي. في بريد هنا. برا. البريد. دار اتمشى بس في الشمس زي. ما في حاجة امشي سائي. ما في مشكلة. ما في مشكلة. كم؟ انت هي تقول مسلاً سااااااكيتoured !! !!!! ماىالك سااك possess SSSongo مم ماىالكbeeشنو مممics احيض دروتي مواجهني تقول ليه اسكت سااااك قول شكراك لكن هون ماىالكو اقول لا بعنيهل Indigenous بتقول له ماىالكولاك له من الكرماتي الأن انه اسكت لا 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 ا للوله وقت اضطفتو للدين تبقى دي مشكلة اما كون الانسان نسابو للعادة و لكدا إفقا ما فيش كان نواصل إن شاء الله بعد الأزان الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد إذن يا أخوانا من الأشياء المهمة في معالم وكذلك جعلناكم أمة وسطة إن أهل الحق دائما وسط بين أطراف الضلال فآخر ما أختم به الكلام أن أصحاب الحق وسط حتى في مخاطبة الناس وفي دعوتهم فهم وسط بين أهل التشدد والغلو وبين أهل التفريط فالآن الواجب على كل مسلم إذا كان داعي عالم شيخ طالب علم ولا مسلم عادي زيه زيكم مسلم عادي طالب علم وهكذا الواجب عليه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بقدر استطاعته لكن ننتبه أخوانا أننا نأمر بالمعروف بمعروف كما قال العلماء وننهى عن المنكر بغير منكر أكبر ولهذا الداعي يضبط لسانه ويضبط خطابه بحيث يكون الكلام كلام شرعي يصلح ولا يفسد ودما معناه يا أخوانا إن أنا أداهن في الحق ولا أترك بيان الحق أبداً ما اداهن في الحق ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يداهن في الحق ولا الصحابة أنتبه لنموزج بسيط لما ذهب الصحابة إلى الحبشة وآواهم النجاشي وكان نصراني الوقت ذاك كان نصراني لما نزلوا عنده فسبحان الله الموقف لو لزول مثلاً ضعيف إيمانه ضعيف ولا دول مسكين زينا كده أكان بداهن النجاش ده حبة لأنه أنت زل من أهلك أخرجوك وآزوك من بلدك ومشيت لي بلد ما بلدك وانت فيه مستضعف فبفهمنا نحن البسيط وضع في إيماننا الواحد مننا كان بدس عقيدته ما بقول الحق يعني لو النجاش سألوا عن عقيدته في عيسى بن مريم وعن عقيدته في الصليب والدين النصراني الباطل ده الواحد ما يمكن تاخده شوية الخوف ولا كده يدس عقيدته ما يقول الحق لكن لاحظ عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان مع الصحابة وهو اللي تكلم فقام وتلى عليه الآيات من سورة مريم وبالآيات الفئة يبطال عقيدة النصارى ذاته تلع له الآيات ده حتى بكى النجاشي ونزلت فيه الآية وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق كويس مما عرفوا من الحق شكدا أنت ما مطلوب أصلا تداهم في دينك أصل الباطل باطل تقول إنه ده باطل وتنكر الباطل لكن الواجب على الداعية مع قول الحق وبيان التوحيد الصافي بلايات ولا حديث توحيد نظيف صافي مدجامل لكن مع هذا يتحل الداعية بحسن الخطاب وحسن الكلام إنت ما مطالب بإنك تسيئ الناس لكن أنت مطالب بقول الحق يعني تقول لهم عبادة غير الله ما بيجوز ما بيجوز تطوف في غبر ولا تلبس ميحاية ولا تعلق لك ودعك ولا بيجوز تحلف بالشيخ يا فلان تلحقنا ويا فلان تنجدنا ويا البتسبق ده كل ما بيجوز في دين الله مع الأدلة من الكتاب والسنة لكن مع هذا كل أنت لست مطالب بأن تسيئ الناس بين الحق ربنا قالوا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إلى آخر الآيات لكن ننتبه يا أخوانا لأن بعض الناس قد تحملوا من الدعاة تحملوا الغيرة على التوحيد إنه يتجاوز في العبارات أنت مهما كنت عندك غيرة على التوحيد أنضبط في عبارتك أنضبط دار تبين موضوع أي شركيات قاعدة في الكتب الكتب التي تكلامنا عنها قبل شوية كتاب ليك سلام مني يقول لك كتاب رياضة الجنة تعشيخ الزريبة قال الناب خطب في البلاد نزيل قل يا ولي الله إسماعيل ولا دشرك ولا لو انطبق السمع ما لو تدشرك ما في مجاملة في كلام زيدا ربنا ما قال لي قل يا ولي الله إسماعيل ربنا قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون شوف الناس مؤمنة بالعقائد لابد أن تبين لهم وتقول الحق ما في شيء يحصل لكن مع هذا يا أخوانا نعف لساننا ربنا قال وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم ربنا سبحانه وتعالى لما رسل موسى لفرعون ما قال له جامل وقل له لا لا انت برضو ربنا لا فرعون ما إله ولا عنده حق يعبد لكن ربنا قال له فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى مع القول اللين ده هل موسى عليه السلام جامله في الحق لما قال له قال فما بال القرون الأولى قالوا لا قال إن ربكم الله موسى عليه السلام قال ليه ربك الله ما ما إنت ما الله دا الحق اللي بحريك فرعون ذاته والبيازاو قالوا ليه وربنا قال له فقولا له غولا لينا لعله يتذكر أو يخشى لكن موسى عليه السلام ما جامله في الحق أبدا قال لئن اتخذت إلها غيرك لأجعلنك من المسجونين برضو ما جامله الدعوة الحق تامي كامل ها قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى ربي ما انت كويس لكن يا أخواننا أنا متأكد ولو تحل الداعية بالكلام الجميل والكلام الحسن والطيب برضو لن يسلم من ألسنة أعداء التوحيد ما بيسلم برضو مش من لسان براهم بلا من اللسان ولا من العصايا ما بتسلم لكن ده ما معناها إنه أنا أبدأ بالكلام السيء ولا بالكلام القبيح لأنه أكثر شيء أخواننا معروف عننا وعن أهلنا في البلد دي إنه ناس فيهم الصدق وفيهم زي ما بقولوا بيضى النية وكثير منهم مغشوش لو بينتلوا الحق ورعته برجع بعرف الحق لكن نحن مع إنه قلوبنا بيضاء و ناس على السليقة والتعامل والتعامل الأريحي معنا كسودانين لكن مع ده فينا حماغة شديدة أنت لو جيتني بقوة الرأس أنا بوريك قوة الرأس ذاته جاي أنت تنبذني وتسيني أنا بوريك النبذ واللساء حتى لو أنا على غلط ذاته زي ما قال شاعر العرب قال أنا من غزية إن غويت غويته وإن ترشد غزية أرشد بس في ناس بتأخذهم الحمية لكذا دائما الداعي يكون صاحب حكمة ما يستسير في الناس الحمية والتعصب إنما يبين وينكر المنكر يبين الحق من الباطل يرشد الناس يعلمون بإحسن الكلام بعد ذا كما قبلوا أمرهم إلى الله ها لست عليهم بمصيثر أنت بعد ذا ثاني ما عندك حاجة هذا خلاصة يا أخواننا وما قدرت أقيف عنده وإن كان الكلام يطول في شرح هذه الآية وكذلك جعلناكم أمة وسطة فأسأل الله تبارك وتعالى إنه ينفعنا بما قلنا وما سمعنا فضل زمن للصلاة شو أمر ولسه أيها لو فيه نجاوب على الأسئلة قبل الصلاة الصلاة جات الوقت يا خلاص شكرا للمشاهدة للمشاهدة